المرأة البحرينية حتى باتت المرأة البحرينية اليوم شريكاً أساسياً في عملية التنمية لمملكة البحرين إنجازات المرأة البحرينية حاضرة في قلب التاريخ البحريني وبلغت دروتها منذ صدور ميثاق العمل الوطني حيث تضمن تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ست سيدات بحرينيات كما عزز ميثاق العمل الوطني حقوق المرأة البحرينية من خلال عدد من المبادئ والقيم التي كفلت للمرأة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص حتى وصلت المرأة البحرينية إلى ما هي عليه الآن وأصبحت أنموذج يحتذى به في المنطقة العربية بل العالم أجمع إن ميثاق العمل الوطني الذي جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب البحرين أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات وفي الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 وبعد أشهر قليلة من التصويت على الميثاق جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع صاحب الجلالة الملك المعظم تكون له شخصيته الاعتبارية وترأسه قرينة عاهل البلاد المعظم حيث يعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة فمنذ تاريخ إنشائه إلى يومنا هذا حقق المجلس الكثير للمرأة البحرينية في مختلف المجالات الحياتية ليحقق تطلعات ميثاق العمل الوطني الذي حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز وشريكاً أساسياً في عملية التنمية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر